تفعيل سوبر لايكس على حسابك الخاص يندر اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي الى الاسفل نقوم بالضغط على هذه العلامة ثم سوف يأخذنا الى هذه النافذة الخاصة نقوم بالضغط على علامة لعدادات وبعدها سوف يأخذنا الى نافذة لعدادات نقوم بالنزول الى الاسفل ثم بعد ذلك سوف نأتي الى هنا الى الاشعارات نقوم بالضغط على الاشعارات الفورية ثم سوف نأتي لنافذة الإشارات الفورية نأتي إلى سوبر لايكس هنا نقوم بتفعيلها من خلال الضغط يعني إذا كانت غير مفاعلة تكون بالعلامة البيضاء فقط أن تقوم بالضغط على العلامة البيضاء لتصبحها على هذا الشكل باللون الأحمر يعني تم تفعيل سوبر لايكس هنا في هذه النافذة لا يمكنني العمل بهذا الخاصية لأن علامة السكرين سوف تختفي وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله